عشان نعمل الزبادي المجمد بالتوت والفراولة محتاجة 500 جرام من الزبادي يكون متصفي من ميته معلقتين كبار عسل معلقتين كبار توت مشكل بيباع في السوبر ماركت مجمد معلقتين كبار فراولة فراش او مجمدة وللتزيين انا عندي تشوكولات شيبس جوز هند فراولة نعناع يعني توت يعني براحتكو مش مش انه حاجات معينة يعني محطتش توت انا افتكرت دلوقتي براحتكو خالص التقديم ده حاجة ترجع لكو يعني لكن احنا بنقول لكو افكار وانتو اعملوا اللي انتو عايزينه والمتاح طبعا في البيت عندنا نستخدمه بس انا حاولت كده ان انا اعبر عن الحاجات اللي جوه المنتج تمام تمام هنعمل ايه في الوصفة دي اسهل من كده مفيش اه ده شكله النهائي اهو معاكو احنا حطناه في اوالب سيليكن وحطناه في الفريزر وطلعناه هنعمل ايه بقى يا استاذ فاهمي تعالا ما اقول لك هنعمل ايه وسمي بالله كده واسيبي بقى على الله بولة كبيرة هينزل فيها ايه استاذ فاهمي هينزل فيها الزبادي لا على مهلك خالص يا نهر ابيض نستناك ما كناش نستنى المخرج هنستنى مين يعني احنا لينا باركة غيرك تسلم ايديكو يا شباب والله شغل فنادق والله اللي طالع على الشاشة ده ما شاء الله سبع نجوم تسلم ايديكو والله الزبادي عملناه ازاي ده بقى فلاش باك ادي الزبادي نعم شكرا يا بسانت طبعا اما الا ايه اما لأ اما الطبعا و ادي التوت المشكل مع لقتين بس و ادي الفراولة طبعا الفاكهة ممكن تبدلوها بالفاكهة بتاعت الموسم او الفاكهة اللي موجودة عندكو بس انا هو ده المشهور قوي فقلت عمله زي ما هو و ادي العصر الابيض و اقلب كل ده مع بعض خلصة الوصفة اه خلصة الوصفة هو خلاص ما فيش اي حاجة غير كده بعدين بنعمل ايه بنجيب الاوالب الاوالب السالكن ده بتتجاب من اي محل مستلزمات حلواني في الحي اللي عندكو واقوم نزلة بالمقدار جوه القالب بس خلاص كده وقت ما يجو الولاد او الضيوف يكلوه ده ممكن يطلع القطعة بقطعتها يعني مش لازم انزل القالب كله لان دول سالكن فبقدر اطلع منه قطعة بقطعتها وشكرا على كده عايزين تحطوا كمان بقى ممكن لوقت التقديم تحطوا على الوش شوكولت شيبس عشان الولاد تحطوا جوز هند ده اذا حبيتوا يعني انا الصراحة النسخة محطتش عليها بس انا بديكو افكار اشتركوا في القناة